في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات وفي ضوء تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري تسلمت شركة الملاحة الوطنية أحدث سفن الصب الجاف وهي سفينة وادي العريش من ترسانة هانتونغ الصينية وبذلك تضم سفينة وادي العريش تنضم الأسطول الشركة التجارية الوطنية رسميا خلال يناير 2024 يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن وتعد وادي العريش السفينة الثانية التي يتم تسليمها خلال أقل من سبعة أشهر تنفيذا للتوجهات الرئاسية باستعادة قوة الأسطول التجارية المصرية كما يتم تنفيذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر حيث يتم وضع اللمسات النهائية للتعاقد على بناء سفينتين جديدتين من ذات التراز ومن المقرر استلامهما خلال عام 2026